سلام عليكم اخباركم ايه يا رب دايما دايما تكونوا بخير واخيرا واخيرا عم اطلالكم الفيديو اللي انتو بتسألوني علي كتير فيديو عن الدراسة وعن فيزة الدراسة والمنح وكل حاجة ان شاء الله هتلاقوا في الفيديو ده اول حاجة هبتدي معاكم فيها في الفيديو هدخل على طول ان ازاي تعرفوا ايه انواع الفيزة بتاعت الدراسة الموجودة في نيوزلند انا هنا دلوقتي موجودة على موقع الهجرة طبعا ما تقلاقوش خالص من موضوع اللينكات جميع اللينكات هتلاقوها تحت الفيديو في الواصل طيب دلوقتي هنفتح موقع الهجرة مع بعض هنقول حاجة اسمها جيت افيزة او انزد اي تي اي هنقول اللي هي جيت افيزة تمام هيفتح لنا تاني صفحة على طول فيها حاجات كتير الورك استادي احنا النهاردة الفيزة عايزين نعرفها فيزة الاستادي هندخل عليها تمام حيفتح لنا كل ده هندخل على حاجة اسمها اكسبلور فيزة اوبشن توستادي عايزين نشوف ايه انواع الفيزة ونعمل مقارنة بينهم ان شاء الله هندخل عليها تمام اكسبلور فيزة اوبشنز توستادي هنا هنعرف ايه هي الاوبشنز الموجودة بالنسبة اللي فيزة الدراسة لان هي كزا نوع هما اربع انواع فاحنا هنكتشوف هم دلوقتي مع بعضها بس احنا بنمشي مع بعضها في الخطوات تمام هنكتب هنا اي وان توستادي ان نيو زيلاند فور في سلكت هنا هندوس عليها اقل من ستة شهور ولا ازيت من ستة شهور طبعا الناس اللي هتيجي علشان اللي هي الهجرة اه عن طريق الدراسة يعني فلازم تكون ازيت من ستة شهور انا بسافر من من فين يعني انا حكتب بما اني مصرية فانا حكتب من مصر انت اقل من تمنتاشر سنة ولا ازيت من تمنتاشر سنة فاحنا هنكتب تمنتاشر سنة انا انا بقول للناس بعمل مسال لاغالبية الناس اللي هي بتسألني على جيزة الدراسة اللي هي هتكون جاية انها تدرس ازيت من ستة شهور لان هي عايزة تيجي اه تعمل هيجرة عن طريق الدراسة ان هما هيدرسوا مجال وبعد كده بعديها بيقدروا ان هما ياخدوا فيزة عمل سنتين اه حيسافروا من باسفور ايه مصري لو انت عم معك جنسية تانية عادي اكتب اي جنسية تانية دي ما فيش فيها مشكلة خالص يعني بس انا بدي مثال اه السن بيكون طبعا ازيت من تمنتاشر سنة اه لان انت يعني ده للناس اللي هما كانوا بيكلموني فهما كانوا ازيت من تمنتاشر سنة اه لكن لما بيبقى اقل من تمنتاشر سنة فانت لازم يكون معك مرافق من اهلك وبيكون طبعا لها شروط وحاجات من دي او انك بتيجي انك بتقعد مع اه لب يكون لها شروط مختلفة بس احنا بنتكلم دلوقتي في المثال اللي هما غالبية الناس اللي بتسألني عليه فاحنا هنمشي عليه ان شاء الله طيب هنكتب بقى ندوس هنا ديسلي عشان نعرف ايه الابشنز اللي قدامي فيه طبعا زي ما قلتلكو اربع انواع اول نوع اللي هو اسمه ده اللي هو انت بتقدر انك تدرس لمدة اربع سنين يعني لحد اربع سنين مش ازيت من كده ده طبعا انك بتدرس دراسة كاملة يعني الكورس او الدراسة اللي انت هتدرسها تكون مدفوعة بالكامل كمان فهو ده في باينج ستودين انك انت اللي متكفل بي الكمان الدراسة انك مش على منحة ولا حاجة تمام انا دلوقتي هدخل لكل فيزا بالتفاصيل وحتشوفوها بس انا بس ايه بشرح لكم باختصار كده اكس تشينج ستودين فيزا ده اللي هو التبادل الطلابي بين البلدان فانت يعني لو البلد انت فيها فيها حاجة اللي هي فيها تبادل طلابي بتبقى الفيزا بتاعتك اللي هو الابشن التاني اللي هو اكس تشينج ستودين فيزا ده اللي هو اللي بيجي عن طريق المنح من الحكومة بتكون طبعا او اللي هي كارد او اللي هي بتسمى كارد من الحكومة اللي هو المنح او الكارد من الحكومة بتكون ان الدراسة بتاعتك مدفوعة عن طريق الحكومة او سكولرشف يعني او منحة فدي دي الابشن التالت اخر اوبشن معانا اسمه باسوي ستودين فيزا ده عبارة عن ايه بالظبط انك انت هنا بتيجي تدرس up to three courses يعني انك انت لي يعني مثلا انت الدراسة بتاعتك هتبقى مثلا ثلاث كورسات منفصلين فانت بتقدم على الفيزا دي او يعني فيه مثلا دراسة معينة بتبقى محتاج انك تدرس كزا كزا حاجة بتبقى مثلا الباسوي بتاعك بيبقى ثلاث يعني الحد ثلاث كورسات لو انت عندك الابشن ده اا في الدراسة بتاعتك اللي انت اخترتها فانت بتتقدم على اللي هو الباسوي اا باسوي ستودين فيزا فهو ده الاوبشن الرابع اا انا هعملكم مقارنة بين تلات اا تلات اا تلات تلات فياز معانا اللي هو انا طبعا هشيري اللي هي اكس اتشينج ستودين فيزا لان ما فيش تبادل طلابي بين اا مسلا مصر ويعني ما سمعتش ان فيه تبادل طلابي خالص بين مصر ونيو زيلاند اا فانا هعمل اللي هو الفيزا اللي الناس بتقدم عليها اللي هي سواء فيزا المنحة او الفيزا انه نفسه هيدفعها اا يدفع دراسة بالكامل او اللي هي ان هو انت هتدرس تلات كورسات مسلا في اا اا الدراسة بتاعتك فخلينا نخش على تفاصيل التلاتة دول هنعمل اهو بندوس على التلاتة فهنقدر ان احنا نشوف التلات التلات تفاصيل للتلات الفيز معانا view and compare تمام دلوقتي احنا معانا تلات تفاصيل للفيز فهنمشي معهم واحدة واحدة طبعا اول واحدة اللي هي في paying student visa والتاني واحدة اللي هي foreign government supported student visa اللي هي بتاعت المنح وpassway student visa تمام هنا الفيزا دي you want to study full time in new zealand for more than three month يعني انت لو جاي هنا هتدرس ازيد من تلات شهور فتقدر تقدم على الفيزا دي تمام دي اول واحدة تاني واحدة انك انت هنا جاي منحة او انك مدعم من الحكومة جاي اا هتدرس ومعك منحة يعني فدي هتقدم على الفيزا التانية تالت واحدة انك هنا انك زي ما قلت لكم الهي الPathway Student Visa انك هتيجي تدرس مسلا Up To اللي هي لحد تلت كورسات. يعني اللي هي الدراسة بتاعتك متقسمة لحد اقصىك تلت كورسات. فانت حتى لو انت مثلا في اماكن منفصلة. يعني انت دلوقتي الدراسة بتاعتك مسلا في مجال معين هتدرس تلت حاجات. فانت مسلا في المكان ده هتدرس الكورس الاولاني. المكان التاني هتدرس الكورس التاني. المكان التالت هتدرس الكورس التالت. فانت بكده معاك الثلاثة up to three courses اللي هي كلها تحت pathway معين تحت مجال معين فانت دي الفيزا التالتة معاك تمام ايه بقى الكريتيريا you must meet انت ايه الكريتيريا بتاعتك اللي هي الشروط تمام you must have an offer of a place or confirmation of enrollment from approved education provider يعني انت لازم يكون معاك موافقة من المكان اللي انت هتدرس منه سواء approved education provider يعني مش اي معهد وخلاص لأ انت لازم يكون معاك اا اا انت واخد موافقة سواء من جامعة سواء من معهد معترف به من قبل الحكومة يعني فده انت لازم يكون معاك الموافقة دي وانت بتقدم على الفيزا you will need enough money to pay your fees and to leave to live on a while on while you are here sorry اا انت هنا لازم يكون معاك اا فلوس كافية علشان اا تقدر انك تصرف وانت عايش هنا ده الشروط بتاعت الفيزا الاولاني الشرط الشروط التانية بتاعت الفيزا التانية اللي هي بتاعت المنح انك لازم يكون معاك دليل انك اا 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 منحة مدفوعة من الحكومة فانت ده بتقدم الدليل ده ونفس الشروط التانية اللي موجودة اا بتاعت الفيزا الاولانية موجودة انه هو لازم برضو يكون معاك اا موافقة من المكان اللي هتدرس منه زائد كمان المصاريف انك يكون معاك اثبات ان الحكومة او اللي هي المنحة اا اا مغطية تكاليف معاشتك هنا اا فهي ده الشرط التالت بتاعك الفيزا التالت اللي معانا اللي هي بتاعت الباثوي انه هو لازم يكون معاك برضو اا 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 اوفر انك انت من المكان اللي هتدرس فيه تمام اا 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 اف you have more than one education provider you must provide letter explaining the course you will study and start and finish dates of those course بيقول هنا انك انت لازم تكون معاك لو انت هتدرس في اكتر من مكان انك لازم يكون معاك letter جواب او خطاب ان انت بتشرح فيه اا الكورس اللي انت هتدرسها وامت هتخلص يعني تشرح فيه بالزبط انت المكان اللي هتدرس فيه وامت هتخلص كل كورس وايه الاماكن بالزبط تمام اا هنا you must pay the full cost of your first course لازم تكون دافع تماما اا اا اول كورس من الباسوي بتاعتك يعني انت لنوقتي لو حتيجي تدرس ثلاثة اا لازم تكون اول كورس فيه تكون مدفوع تماما اا اا اول سنة من الدراسة بتاعتك تكون مدفوعة كمان فيعني يا دا يا دا يا انت تكون دافع الكورس بتاعك تماما يا اما انك تكون دافع السنة الاولانية تمام فهو دا اا 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 او طبعا بتقدم اثبات انك قادر انك تدفع ثمان الكورس التاني او التالت كمان فهو دا دا الموضوع كمان دلوقتي اا هنقول المدة بتاعت الفيزا اا التلاتة هنا طبعا اول اتنين اللي هي بتاعت المنحة وبتاعت اللي هي اا فيز باينج ااا دي الاتنين هيبقوا اربع سنين ابتو افور ييرز يعني انك اخرك اربع سنين اخر واحدة اللي هي بتاعت الباثوي دي خمس سنين فانت عندك هنا دلوقتي اا اول اتنين اربعة واخر واحدة خمس سنين تمام ااا with this visa you can انت من مع الفيزا دي تقدر انك تعمل ايه طبعا اول واحدة انك هنا بتقدر انك تدرس ااا full time يعني تقدر هنا كمان تدرس انجليزي تدرس فانت هنا بتدرس في اول فيزا. تاني فيزا نفس الموضوع برضو اللي هي بتاعت المنحة انك نفس الشرط بتاعها برضو دي ما فيش فيها خلال. كمان هنا بتقدر في التلات فيز انك هنا تقدر انك طبعا اخر فيزا انك هنا تدرس اللي هي طبعا احنا من الاول بنتكلم على ان الفيزا دي اللي هي بتاخد انك تدرس حد تلات كورسات. طبعا التلات فيز من حقك انك هنا تدرس عشرين ساعة في الاسبوع وانت انت طبعا بتدرس فل فانت هنا من حقك كمان مع الدراسة انك ليك عشرين ساعة في الاسبوع انك بتشتغلها عادي جدا في البلد. ده من الشروط المسموحة جدا في الفيزا بتاعت الدراسة. هنا طبعا انت طالما قزيت من من ثمانتاشر سنة فعادي بتعيش لوحدك ما فيش مشكلة. لو انت اقل من ثمانتاشر سنة لازم بتقدم اثبات انك انت هتعيش مع اهلك او هتعيش مع حد هيخلي بالو منك. فهذه الشروط بتاعتها الشرطة ده مش موجود في اخر واحدة. طبعا بعد ما بتخلص الدراسة بتاعتك انت ايه بتقدم تقدر تعمل ايه? تقدر انك لو عايز تكمل دراستك بتقدم على ستيدينت فيزا تانية خالص. يعني مثلا في الناس اللي هي بتحضر دكتوراء او اي حاجة مسلا مدة الدراسة بتاعتها اطول من اربع سنين مسلا. اه فانت عادي تقدر انك تقدم تاني على ستيدينت فيزا وتكمل دراسة. او لو انتم خلص خلصتوا الدراسة بتاعتكو بتقدروا عادي جدا في التالت فيز انك تقدموا على وورك فيزا وتاخد وورك فيزا وتشتغلوا بالمجال اللي انتم درستوه. هنا اه كمان اه ده طبعا اه تقديم هنا قدم في اي وقت. انتي مفيش فيها مشكلة خالص. التلاتة بتقدم في اي وقت. هنا طبعا انا مش هدخل على تفاصيل كل واحدة لان التفاصيل بقى امتع عشان تشوف انت مناسب للفيزا ولا لا بس انا قلت ما اقول لكم ايه الاوبشنز اللي قدامكم في فيزا الدراسة وامتى هتقدموا طبعا التقديم مفتوح في اي وقت. وايه الشروط بتاعتها بالتفاصيل. طبعا انا كنت شرحت دول قبل كده بس انا قلت الفيديو ده هيكون شامل كل حاجة ان شاء الله. جبتلكم حاجة تانية هنا وهي المنح. هنا هنا انا طبعا كل اللينكات دي هتلاقوها تحت الفيديو فما تلاقوش خالص في الوصف تحت الفيديو جميع اللينكات هتلاقوها. هنا الموقع ده من الحكومة طبعا الموقع دي مضمونة مواقع من الحكومة فما تلاقوش منها خالص جدا يعني كل الحاجات دي معلومات موصف منها. حتى نيزيلان كمان عشان تصدقون يعني. فهنا هنا هنا جميع اللينكات اللي هتحتاجوها في موضوع في يعني فهنا في انا مش هدخل مش هدخل على كل انا بديكم الطريق وانتوا استكشفوا ولو ما فهمتوش حاجة تعالوا ارجعوا وكلموني تاني ونشوفوا الموضوع مع بعض ونمشي معه مع بعض في التفاصيل. لكن لو انا شرحت لكم كل لينك هيبقى الفيديو طويل قوي والناس كتير مش هتستفيد منه. فهنا الموقع ده فيه موقع فيه لينكات كتير جدا بتعرفكوا آآ السكولورشيبز اللي في نيزيلاند وازاي تقدموا عليها وكل حاجة. فيه طبعا هنا موقع حلوة قوي اسمها ستادي سباي. آآ انا دخلت عليه من شوية ستادي سباي ده بيقول لك ايه ما عنده كل المنح في يعني يعني بصراحة حلو جدا يعني فانت بتخش عليه هو الموقع ده مجاني عشان يقول لك انت آآ من حديب منين بالتمان اه متدعمة لحد آآ كام الف او كده يعني فانت آآ بتقدر تدخل عليه تستكشفه حلو جدا جدا يعني. برضو نفس الفكرة بتاعته. فانت ايه آآ تشوف برضو بس هو هنا فهو تقريبا متخصص في حاجات معينة. فهنا الموقعين دول حلوين قوي طبعا جميع اللينكات دي يا جماعة متقلقوش هتلاقاها تحت الفيديو ان شاء الله. في موقع تاني هنا برضو طبع الحكومة طبعا نيو زيلاند فورين افيرز ان تريد. ده برضو موقع حكومي. في حاجة اسمها نيو زيلاند فهو في برضو هنا حاجة اسمها فندخل عليها عشان نشوف ايه دي بالزبط. تمام? فهنا برضو دي منح مقدما من الحكومة. آآ فهنا بتشوف انت فهنا دي بتشوف انت بتاعتك من ضمن الفيزا دي مدعمة منها ولا لأ? فبتقدر انك انت تشوف من هنا وتشوف بتاعتها وتشوف حاجات كتير جدا. طبعا انا زي ما قلت لك انا مش هقدر اتخل لكم على كل لينك بس انا حاولت ان انا في الفيديو ده اجمع لكم كل اللينكات اللي تحتاجوها على موضوع المنح وعلى موضوع الدراسة وتساهل عليكم ان شاء الله وتقدروا تقدموا فيها. بس اهم حاجة كنت انا بقول لكم اللي موجودة ايه وبعد كده بديكم الطريق وان شاء الله انتوا تستكشفوا وترجعوا تكلموني لو في حاجة تانية محتاجينها ان شاء الله. تمام? انا هحط لكم لينك ده برضو تحت الفيديو ان شاء الله هيفيدكم. كمان في موقع حلوة قوي اسمه نيو زيلاند. اه فالموقع ده اه دي موجود عليه لينكات تحت خالص هنا على اللي مقدمة من الجامعات هنا في نيو زيلاند. مش مسلا من من في مسلا منظمات اه خيرية انها بتدعم مسلا. لا ده هنا بقى اللينكات بتاعت السكولرشيبس المقدمة من الجامعة نفسها. فهنا سكولرشيبس فور اوكلاند. سكولرشيب فور اوكلان يونيورسي اوف تكنولوجي. هنا وايكاتو. ماسي. كل دي اسمي جامعات طبعا. سكولرشيب فور فيكتوريا. كانتر بيري. لينكون. اه اوتاجو. فكل دي اللينكات هنا تدخلوا عليها وتشوفوا المنح المقدمة من الجامعات دي. كلها وتستكشفوا وتشوفوا. وبرده زي ما بقول لكم لو ما فهمتوش حاجة تعالوا ورجعوا وكلموني بعتولي اللينك اللي انتم مش فاهمين فيه وان شاء الله مع بعض واحدة واحدة هنوصل للمعلومة الاكيدة بازن الله. تمام? في موقع كمان حلوة قوي قوي اسمه ده انا برضو بنستعمله. فاستادي ده بيقول لك مسلا انت عايز تدرس ايه او كورس ان انت عايز تدرسه ايه? طبعا هو هنا بيخترح عليك شوية حاجات. فانت لو انت مسلا في حاجة منهم عايز تدرس انك تبقى مدرس. او مسلا اكاونتنج او اي حاجة من دول بتقدر انك تخش عليها وهو بيقول لك ايه التكلفة بتاعت كل الكورس فيهم والاماكن اللي موجودة فيهم. فهنا ده برضو الموقع ده هتلاقوه تحت الفيديو ان شاء الله عشان ده هيستهل عليكم قوي ان هو لانه كأنه زي بيعمل لكم مقارنة بين المعاهد والجامعات في نيو زيلاند كلها بالاسعار. فانتم ما تبقوش يعني عارفين تروحوا فين وتيجوا منين. فهو ده موقع ده هيستهل عليكم في حاجات كثيرة جدا جدا ان شاء الله. برضو اه لا ده هنا بيقول لي اعمل سبسكرايب. هنا في موقع تاني برضو ده برضو بتقدر من خلاله انك تعمل مقارنة بين الاماكن اللي ممكن تدرس فيها من يوزلندا بيوريك طبعا الاسعار بيوريك كل حاجة عن الدراسة دي. فانت تقدر انك انتو بقى دلوقتي من خلال المعلومات دي كلها تبنو انتو عايزين تدرسوا ايه? الاسعار? الاماكن? الحاجات دي يكون لها المعلومات متوفرة الحمد لله. الحمد لله عرفت اتوصلها من الفيديو. يا جماعة المواقع دي اامنة جدا. المعلومات فيها موصوك فيها. المواقع من الحكومة. اه والناس هنا بتستعملها عادي. المواقع التانية سواء مثلا. فهو لانه هو بيجيب المعلومات بتاعته الداتا بتاعته من الجامعات. فانتو لو انتو دخلتوا على اللينكات اللي هتطلع لكم هتطلع لكم على اللينكات بتاعت الجامعات. فانتو هنا معاكم جميع المعلومات عن المنح وازاي انكم تعرفوا تدرسوا ايه? والاسعار والكلام والحاجات دي يكون لها ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو ده. اه حاجة كمان نسيت اقولها على موضوع الفياز. طبعا الناس هنا اللي سألتني على سؤال اه طيب انا اولادي انا عايزي ادرس طب اولادي هجيبهم معي ولا لأ? انت اولادك او اولادك بيجوا عادي معاك. وبياخدوا معهم آآ بيزة الدراسة. فبيزة الدراسة بتاعتهم بتكون ان هما بيتعملوا هنا بدرسوا مجاني في المدارس بتاعت نيو زي�� sul. فهي دي برده كانت حاجة سألتها كزا مرة. فهي انت او انتي لو هتيجوا تدرسوا اولادكم معاكم اولادكم بياخدوا فييا دراسة وبيدرسوا مجاني في المدارس بتاعت نيو زيلاندة. فهيراب يكون الفيديو ان شاء الله يكون مفيد واللينكات كلها يا جماعة ما تقلقوش هتلاقوها تحت الفيديو. كمان انصحكم وانتو بتعملوا الدراسة بتاعتكم. آآ عن ازاي هتيجوا تدرسوا والتكاليف والحاجات دي كلها. في فيديوهين تانيين ان شاء الله هتقولكم تحت عشان تقدروا تعرفوا اسعار المنتجات وتكاليف المعيشة واسعار الايجارات. عشان تقدروا بالزبط انكم تحاسبين التكلفة الكاملة للعيشة في نيو زيلاند. فان شاء الله اكون انا افدتكم واستفرتكم من الفيديو. لو محتاجين اي حاجة تانية تكلموني وما تنسوش تدعموني بسبسكرايب. شكرا لكم. سلام عليكم.